طول ما انت عايش يعني فيه امل طول ما انت عندك هدف وعندك ثقة في ربنا سبحانه وتعالى وفي نفسك وفي حلمك هتعرف تحقق اللي انت عايزه الشخص ده من خمس سنين كان مجرد شاب في اولى اعلام وكان بينزل تدريب فني صوت ده بالعكس كمان مساعد فني صوت الشاب ده من خمس سنين كان بينزل كل يوم من بيته يروح يمسك جهاز يسجل صوت من وراء الكاميرا الشاب اللي انت شايفينه ده انا من خمس سنين كنت بسأل نفسي هو ايه اللي انا بعمله ده ايه فايدة اللي انا بعمله ده انا بدرس اعلام عشان امسك جهاز صوت واسجل صوت من بعيد انا عايزة بقى مزيع ما كنتش عارف ان ربنا شايل لي حاجة كبيرة جدا ما كنتش عارف انا ربنا بيجهزني لايه ما كنتش عارف ان انا بعد خمس سنين وفي سن صغير جدا هكون مزيع في قناة محترمة وبرنامجي يعتبر من اهم البرامج الشبابية في الوطن العربي برنامج سفوت بيسفوت على كل حاجة شبابية وايجابية في مصر وفي الوطن العربي برنامج سفوت قدر يحقق اكتر من 28 مليون مشاهدة في خلال حلقة واحدة وده نجاح كبير جدا هل بقى انا كنت اعرف ان النجاح اللي حضراتكو شايفينه ده كله في حلقة واحدة من خمس سنين كنت اعرف ان هو يحصل ابدا هل كنت واصك في نفسي متحكش عليكو لا بس كنت واصك في ربنا كنت واصك في ربنا ان انا بتعب ومسيري ربنا هيكفئني وانا مش فرحان بالاركام ومش فرحان بعدد المشاهدة ومش فرحان بكل الكلام ده لا انا الكلام ده حط علي مسئولية كبيرة جدا الكلام ده عرفني ان اسبوت واحمد ردوان بقى عليهم مسئولية بقى عليهم مسئولية احترام المشاهد بقى عليهم مسئولية ان هما يقدموا رسالة اعلامية بقى عليهم مسئولية ان هما بيخشوا كل بيت مصري انا اتكلمت النهاردة واختصيت الحلقة دي والكلام ده لكل شاب رسالتي موجهة ليك انت وليك انت الشباب اللي عندهم يأس انتوا قدامكم نموذج اتمرمت واللي انتوا شفتوه ده من خمس سنين يعني يعتبر كان ولا حاجة وفي خلال خمس سنين بس ده احمد رضوان اللي انتوا شايفينه ده وانا بتشرف ان انا واقف في قناة زي دي وعندي برنامج محترم وبيتابعوا ناس محترمين زيكم فانا بتمنى ان كل شاب يكون عنده ثقب نفسه وثقب ربنا قبل كل شيء ويتوكل على الله ويمسك في حلمه كويس وهيوصل يعني هيوصل اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج نسبط والنهاردة حلقة خاصة ومميزة جدا النهاردة بمثابة اختبار ليا لان معايا ضيفة مهمة جدا 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 في حياتي معايا ضيفة ساعدت في تشكيل وجداني ساعدت في تشكيل حياتي المهنية وحياتي